السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف أتمنى دائما انكم تكونوا بخير على خير وبأحسن الأحوال انتم ممكن تشاهدون الفيديو دي اليوم سنشارك معكم وجبة عداء سريعة وفي نفس الوقت مؤخرا والذي كان غبر مقاش نزل وصفات غير مع ولداتي صغار عندي جوجو ولدات صغار ومتقاربين في العمر والذي صغير بكي نوض سنينات فما بقيت شلقة الوقت المهم غدي نبدأ معكم دابة في أول وصفة أول وصفة غدي تكون تحليان قدروا نسميوها فلون رويال كي يجي رائع بزاف جربوها أكيد غدي يعجبكم غدي نحتاجوا فيه ميتين وخمسين ميلي ديال كريمة السائلة وميتين وخمسين ميلي ديال الحليب وغدي نحتاج علبة ديال كريمة كراميل او لا فلون كراميل من اللي كان دير الحليب والكريمة غدي نضيف هاد الكريم كراميل او الفلون كراميل وغدي نخلطهن حتى ينساجمون تأكد هادك الكريم كراميل داب تماما في هاد المكونات أنا كيف ما شفتوا معي هاد المرة كانت عندي غير ميتين ميلي ديال كريمة درت ميتين ميلي ديال كريمة السائلة وميتين وخمسين ميلي ديال الحليب حتى هي رهجة نفس النتيجة ما اللي خلط هاد المكونات دابا غدي نزو وغدي نحطو على النار مع تحريك المدة ديال ثلاثة دقيق من اللي قدوز ثلاثة دقيق سوف ينحيدو غدي نجيب الكووس اللي غدي ندير فيهم هاد الفنو وغدي ندير فيه هاد الكراميل را تيكون فمها هادك العلبة ديال كريمة كراميل تيكون حتى هادا من اللي درت الكراميل هو اللون من بعد غدي نجيب الخلط اللي كان على النار ونوزعو على الكووس أنا درت هاد الكويسات هاد ورهم شوية كبار أعطوني ربعة درتوهم صغر من هاكا وغدي نقالي غر ندخلو الخلجو نخلي حتى يبرد تماما وعد نقدمو كيجي أكثر المرائع كيجي كريمة والمدق ديالو روعة كيجي قريب شوية الباناكوتا ودبا غدي ندوز باش غدي نوجد اللحم غدي نوجد تاتبيلا ديالحم اللي غدي نحتاج فيها توم مفروم قز بريابس مطحون الكوركم اللي هو الخركم البلدي الفلفل الأسود اللي هو البزار الزنجبيل اللي هو سكينجبير والفلفل الأحمر الحلو كيف ما كان قولوله التحميره او البابريكا والملح اللي غدي يبقى حسب الدوق وغدي نزيد زعفران حر شعراء كتدوبه في ربع كأس ديال الماء وكتضيفه انا هذا اللي عندي رهم طحون كيف ما شفته وغادي نزيد السمن الكيمياء ديال السمن ديال ما كتبقى على حسب السمن اللي عندكم هم وشحار ولا لا سوف نخلط هاد المكونات بشوية ديال الماء انا بقيت كنضيف المسد ريجيا حتى جيت ان انا نضيف ربع كأس ديال الماء وإلا كان عندكم زعفران شعراء هادك ربع كأس ديال الماء كتدوبه في هادك زعفران شعراء وكتضيفه غدي نخلط هاد المكونات حتى ينساجموا تماما ومن بعد غادي نبدأ ناخد القيطع ديال الحم اللي عندي وندهنهم بهات تسبيلها انا قدرت الحم اللي في خط وتقدروا تديروا حتى الدلوع الجهة ديال الدلوع حتى هي كتجي رائع بزاف بهات الوصفة سبق لي وشاركتها معكم في فيديو سابق غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصفة إلا بغيتوا تشوفوه را كيجي الشكل ديالهم رائع حتى هما كيجي ولداد بزاف المؤهم هاد طريقة هي الطريقة ديال المحمر الطريقة المغربية التقليدية المعروفة ديال المحمر انا قدرت هذا الفخد في الطريقة ديال المحمر غادي ندهن القطع اللي عندي ديال الحم كاملين بهات التسبيلها القطع اللي عندي راه خلو اكبر ادرت فيهم فتحات ودخلت تسبيلها مزيلا سوف نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه في طلاجة للمدة ساعتين هي قد ما خليناه فتت بله كي تشربه كي يجي لديد اكثر انا خليته لمدة ساعتين ومن بعد دست اكملت الطيب دياله خديت الطنجرة اللي سنطيب فيها فرش فيها اول حاجة من تحت البصلة اللي مش نفقدت انا واحد جوج حبات ديال البصلة اللي كبار وقطعتهم هاد الشكل كيف ما كنقوله احنا مش نفقد وفوق منها حطيت اللحم انا راه عندي هاد هاد صغيرة هاد طنجرة صغيرة احتاجت اني نطيب في جوج من اللي حطيت اللحم من الفوق غدي ندير الزيت اما زيت زيتون ديال الطيب ولا زيت المائدة او زيت نباتية او خليط بين زيت زيتون و زيت المائدة وضفت الماء الكيمياء ديال الماء غدي تشوفو على حسب الكيمياء غدي تطيب لكم اللحم ديالكم في اللي قول ما تضيفوش بزاف حيط البصلة غدي تطلق الماء و ديك الساعة غدي تشوفو خليت هادك اللحم حتى طعب تماما ملي طعب اللحم حيتو من المرق و هاد الماء غدي نخليه باش كي يتشحر مزيان و الضغمر و جيني الضغميرة زوينة المهم غدي نخليه كي بقى كي تشحر و مرة مرة كي نحرق و امسا غدي نعرفها و جدات ماللي كي بدأ الليدام كي يتعزل كي كي بدأ الضغميرة كتعزل كتعزل بحدها و الليدام كي تتعزل ببحده هادك الليدام اللي غدي تتعزل هادك اللي بغيته غدي ناخده باش غدي نحمر بيه اللحم من اللي كيتتعزلها كي غدي ناخد منه و اندهن به اللحم باش غدي نحمره و الدغميرة دي ما باش عرفوها صافرها و جدات رح كيتتعزل الليدام بحده و هادك البصلة كتعزل بحدها دب صافرها هاد دغميرة عندي وجدة طفيت عليها كتجيب حالك كي جيلون ديالها زوين بزاف كتجيل ديادة دابا هي طفيت عليها خليتها و غدي نرجع للحم غدي ندهن به هاد الليدام و ندخل الفران باش غدي يتحمر بنسبة الفران حتى كنشعله مزيان باش يسخون يكون سخون مزيان انا اصلا كان عندي الفران سخون حيث كنت كنت طيب في الخبز و مشاعله من الفوق والتحت بجوج في نفس الوقت سوف ندخل للحم غير يتحمر ره طايب واجد خاصة غير هادك التحميرة و غادي نخرجه و دابا غادي ندوزه باش غادي نوجده سلطة سريعة غادي نحتاج في السلطة الروز المسلوق و غادي نزيد عليه الجزر و جلبان احتهم المسلوقين باش يبقى ليكم اللون ديالهم زوين ملي كتسلقهم مباشرة كتصفهم الملي سخون و كتديرهم في المال يكون بارد مزيان مزيان باش يبقى ليكم اللون ديالهم هكاك زوين و غادي نزيد الدورة المعلبة و التونة و هاد الخالات اللي اضفت خديد جوج ملاعك كبيرة ديال مايونيز مع جوج ملاعك كبيرة ديال زيت الزيتون عصير ديال ناس فليمونة القليل من الملح و القليل من الفلفل اسود ما درتش الملح بثب لان اصبق لي هادوك المكونات سلقتون في ماء مملح الروز و الجزر و جلبانة سلقتون في ماء مملح ما كترتش الملح دابا سوفي و خلط هاد المكونات بطبيعة الحال تقدروا تزيدو الزيتون اخضر مقطع دوائر تقدروا تزيدو الخيار مخلل حتى هو مقطع اللي بغيت و انا اكتفيت بهاد المكونات فقط رح كتجي زوينة لديدة بنسبة للسلطة ديال ما كنخليها انا اخر حاجة عاد كنخلطها ما كنخلطها حتى كنبغي نقدمها كنوجد هادوك المكونات اللي تكونوا خاصهم يتسلقوا ولكن ما كنخلطها حتى كنبغي نقدم الغضاء وبالنسبة لهاد السلطة انا رح شي مرة كنديرها غير بوحدها رحية تسكون كافي رح وجبة اللي كامل مكمولة في الصراحة وكتجي خفيفة وزوينة خصوصا دابا في هاد الحرارة رح تقدروا تديروها غير بوحدها بوجبة دابا السلطة ديالي عندي واجده قد نزيد من الفوق واحد شوية ديالي واحد العريش هكا ديال مادنوس وصافي هاية واجده قد نزيد دابا باش قد نشوف المريقة ديالي ملي وجدات ومليت حمر الحم سفي دابا قد نزيد التقديم خديثنا يطباق اول حاجة قد ندير في هاديك الضغميره كتجي ها كمعلكة والديدة بزاف وملفو قد ندير الحم اللي كانت حمر كيجي لديد بزاف ضروري جربوه بحال هاد الاطباق ملي انتشاهوهم ماشي ضروري انا نديرو كيميا كتير ديال الحم نديرو غير بدك الشي بقياس اللي موجود عندنا المهم اننا نطيبو شي حاجة تشاهينها وبذاك الشي اللي عندنا في الدار كان قدو به ملي حطيت الحم غدي نزيد بالبرقوق المشماش اللي عسلتهم عادي مع الماء القرفة العسل وكندير معهم حتى شوية ديال المرق اللي طاب فيه اللحم سبق لي وشاركت معاكم هاد المرحلة في الفيديو السابق اللي كنت شاركت معاكم ضلوع محمرين غدا نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف اللي بغا تشوف بجميع المراحل تفصيل المومن تلقيها في صندوق الوصف وزدر الدابة البيت مسلوق شوية ديال الوز مقلي وصافيت يكونوا هادو هم الوصفات اللي شاركت معاكم هاد النهار ساهلين الداد كينا الصلاطاء والحم محمر كيجي من ارواع ما يكون كيجي لديد بزاف وبالنسبة لفلون رويال ضروري يجربوه كيجي خطير وتقدموه للضيف ديالكم روعة اما هكا في قوت اللي فردية او اللي تديروا واحد اللي كبير في قلب يجي هكا فلون اللي كبير وكتزينوه بالفواكه كيجي رائع بزاف المهم كانوا هادو هادو هم الوصفات دياليوما كانت مني يجبوكم وان شاء الله نتلقوا في وصفات اخرى